في موضوع اخر الغدوة ان شاء الله بشتم الاعلان على قائمة المنتخبات التونسي للسستاج الجاي في تصفية كيس فريقيا اول قائمة القيس اليعقوبي كمدرب اول للمنتخب هنبدأ معك انت رفقي تتوقع تغييرات كبيرة بالمقارنة مع ليستالي كانت الفوز البنزارتي التغييرات كبيرة منتصورش انها تكون كبيرة من حيث العدد ولكن نتصور فاما تغييرات مقارنة بالاستحقاق الفارت وقتها مع فوز البنزارتي يكيد غدوة مش نتعرفه على القائمة اللاعبين المدعوين طيو برشا جدال هتنبدأ ديما نبدأه بحراسة المرمى هو اكثر الموضوع قد تتحكي عليه طيو طيو عنا من منظر الكبير الجليل القادري اكثر موضوع في الليسة هو حراسة المرمى حتى الحارس الثالثة اللينا محل جديد على قبل بيه اليوم ما عاش نحكيه على الحارس الول والثاني نحكيه على الحارس الثالث هاي جديدال على الحارس الثالث برشا كلام من مؤكد شبه مؤكد عودة اي من دحمان قائمة المنتخب الواتف اخويا ريفكي معلومة مش نعطيك المدرب بحراس عطاء ثلاثة ثلاثة اللي هما مميش دحمان وساميهلان وبعض المدرب هو اللي مش يختار المؤكد وانو دحمان في انتظار طبعا لعلان الرسمي بيش يرجع القائمة المنتخب واضح انو بشير بن سعيد فقد ما كانو في قائمة المنتخب لانو واضح وقتلي تختار انك تمشي للتراجي تكون بديل وما تلعبش مباريات حتى من ناحية الاستحقاق حارس اخر اساس يقولك عليش مشانا واضح انو دحمان بيش يكون ما كانو بشير بن سعيد كيما قال طارق امكانية كبيرة الحارس الثالث بين ثلاثة حراس في انتظار زادة الاعلان الرسمي نحكيه على اشرف كرير على الساميهلال وعلى معز بن شريفية حسب المعلومات اللي عندي ليس امحني اذيه نسمع فاها اسلام عاودها التاوه وسمعتها مرتين ده بين مسائلكم ديمون يودي ده نشوف المنتخب استحقاق شنية اللي عاودها ما في بتكسر لا 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 بن شريفية ايه معلومة اذيه بموش رايي لا 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 ايه ما خطر تعاودت مرتين وثلاثة ايه معلومة لا علينا انا انا رشوف الاستحقاق رو المنتخب استحقاق ساميهلال ما عايتولوش يمزي عندو عامين هو برفي شيء متغشم مش متغشم باوش رايي ياه عطيتك معلومة هو ما خلي ناش نكمل لا اتقيقة ايه تاديش حبيتو يعقب مش نعطل فلاتوه السيد متغش وفك كل ما اللي اتقيقه ايه خليكمل خليكمل رفقي وبعد عطيك تعد يودي سايب دور تخليك تعد خلي نحكيه وزيد على استحقاق سمحلي يا رفا معوز بنشريفية معوز بنشريفية ملاعبي وحارس مرة مش يكون الثالث اذا كان وجه له الدعوة قيسر يعقوبي نحكيه وزيد على ملاعبي عندو خبرة بالمسابقات القرية وتاريخ كبير مع الترجل الرياضي وبالمنتخب الوطني تونسي الناحية ذي لانو رونا في وضع خيب برشة لأول مرة تقريبا نوصلوا نخموا في مجموعة ساهلة نخموا يزمنا نترشحوا قبل جولة والاثنين من نهاية التصفيات رو اختير برشة من ناحية النتاج بالنسبة للمنتخب الوطني تونسي مع المنتخبات اللي الحقيقة احنا افضل منها على الاقل على الورق واضح انو عامل الخبرة زادة حاسم في النقطة هذه وزادة حتى الاستحقاق الرياضي وقت اللي انا عندي الولمبي الباجي متصدر للبطولة صحيح ما بديش معز بن شريفية مع الولمبي بداية الموسم ولكن من بين الاسباب الرئيسية حسب رأي انو اللمبي الباجي محقق السادارة الى حد الانو هي عن جدارة هو تقلق معز بن شريفية رو صحيح سامي هلال تقلقه ولكن ما نجمش زادة عندنا نوجه الدعوة الخمسة وستة حراس مرة ومش نختار ديما فانتظار اللي علان الرسمي رو حتى كان معز بن شريفية باش يكون موجود رو يستحق رو كحارس مرمى ثالث رو هذه هو اللغة الاساسية بالنسبة لي انا ما قلتش معز بن شريفية ما يستحقش الدعوة لكن كي انتي مش تعايت المنتخب راهو ديما اللي يكونوا بلي بارفورمان دونك سامي هلال عندو عامين وهو قاعد يقدم في مستوى ممتس بالنسبة لمعز بن شريفية طوى ما زالك يبدأ يلعب ما زالك يرجع معناتها في الشمبيونات وما نقصناش من القيمة متاعو وقاعد يقدم في الإضافة في الأولمبي الباجي لكن طوي كايا حسب رايانا فما مميش داحمان وبعدي كاش يجي سامي هلال لأنو سامي هلال يستحق وإلا متاع بن زرت عشرة عشرة فكرير لأنو قاعدين عشرة فكرير من عامنا بالسنة الماضية خاني اسأل مش تعطيك الجراب يا تعالى قصبر خانكمسه اللي أعطيك الجراب من في عاقلك التعب المستقبل ما تخليك ما تخليش يكون في المنتخب ما تخليش يكون في المنتخب ما تخليش يكون عنده أفضلية على سامي هلال نسألة موش راييراو سؤال باه انا شوف بالأفضلية فاش في الإكسبرينس الإكسبرينس سامي هلال عنده في المنتخب في المنتخب راهو عندك داحمان اللي هو في الماضي القريب كان الحارس رقم واحد حتى بسعيد كان رقم واحد لا ما هو طوي خطر يرجع لي على الإكسبرينس اللي صار في العميل ذكر ذكر خلي كامل بعض نعطي ما هو يحب على الإكسبرينس داحمان ينجم يون كادري الناس يكون سواء كان مميش وإلا سامي هلال اللي براسك سامي هلال عنده الإكسبرينس ولعب فيه جمعيات كبار قبل ومعندوش مشكلة نتصور في الانتيجراسيون معناتها في المنتخب معز منشريفية ما ينقص حد من القيمة متاعه ومحتى من الأداء متاعه طوى في الأولمبي البيجي لكن حسب رأينا طوى حاليا ما هوش وقته نهزه على الأقل هي ماك مش تهز حارس ثالث نهز الأكثر بيرفورمول الأكثر قاعد يؤدي ملا إحنا طوى إذا يلعب لاعب يلعب الشمبينات متاعنا وقاعد يقدم وقاعد يبرز وقاعد كل ماتش نشيدو به ومبعد ما تلقى سواء كان جوور وإلا كان حارس مرب ذلك قد نعب يتوطى في نورمال لا، هيا لا، لا يقصد لا، لا، أنا رأيت فهم حاجة قالها تارخ حب نسؤل عليك أن تطلع خارجة على النهر يختير مدرب الحارس ويقال لا أعطاء تلك فاسيل لا، أنا سمعت قتلك لا، سمعت لا، سمعت ما لا، فانقل اسمعتك لا، بش تولي تفدلك خاطر كان يقالك خرج وعطاء للمدرب وخرج قيس عقوبة رساء راس مع جمعيات هذي كوزين انتيرن هذي اصرر ملاسراري بشعة القايمة متاعه باه واحدة اثنين انا تسنين تارب شو نقولك انا راهو اللونكادرمون نحكيوا عليها ستارة مش مربوط بالماتشويت مربوط بالكاركتير بتاع جهور مربوط بالكاريزم اللي عنده بطربيته مخو نضيفه هذك اللي اللونكادرمون السسمو عنده الوقت لا هو جايك انا مقدش يتناحى سيمي انتي تو تحارب علي سيمي انا معك انتي تو خايف لا ما يتحطش نا مشي تحط ياتيك هاك عندك الكواليست تعلمت الكواليست صحي انتي تتحسن مدرب غول بشتول اي اسمعني اخوين عزيزة باه اي اسمعني انا كنت سني عليستة نسمي مميش ونسمي سيمي هذير ونسمي معظم الشرفي طوى في الفترة هذي بالموبالاية بتاع جمعيت وبالمعاليش قلت له يقولي اللونكادرمون انا هذو ميستحق صحي وبش قولي رقم ثلاثة هذي اللونكادرمون يجيبهم بعد خدت للدرجة هذي معظم الشرفيه بشولي نكيره هوا 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 بن سعيد هوا بن سعيد المشي هو رمبلسون مشي للمنتخب مشالع خلي معظم الشرفيه اللي كان قايد فريق في المنتخب معظم الشرفيه شوفت تحب نحكيلك الخبرة بتاع المنتخب الخبرة بتاع المنتخب في الوضعي هذي الكاريفيه بتاع المنتخب معظم الشرفيه يصلح اقبل الناس كل حتى كنتي اللي تحكي عليها اللونكادرمون وفيستير وصفر شوفت غادبات حلاس شوف الحقيقه انا مع'dahman مميش كحارس اول ودحمان وسامي هليك كنل واحد عادوا ثلاثة منكم الثلافة معظم الشرفيه الحقيقه حارس ممتاز هذي مفيشو حتى أدنى شك سنة الماضيه كان لعب احتياطي اشارك مع الولايبي الباجي في ثلاثة مقابلات الخرارية جوكرويا خلقت الوليمبي البيجي الدفاع متاعها كان قايم بالواجه عدل الدفاع تعرف حارس مرمى قوي بالكسبرانستيلي اي اما الوليمبي البيجي مقابلت الولا ما قبلتش هداف الدفاع ما يقبلش اي اما راو اي انا واحد الناس كنت نلعف لكسكي بدا عندك حارس مرمى بالكاريز ما بتاع معظم رايترك حلومه اي واضح صحيح اي اما رأى حلومه راك حمقبل ما يجي مميش زيد عليها اي اما شوف خليك امل بالله خليك امل اي شرش نصر خلقه نصر تمشي مباراة تاسفاقس تمشي مباراة تاسفاقس بالضغط اللي ساير ذاك مينجم يجيب المباراة حتى بالوقفة ولكل مره اي اي اما ما مينجمش حسب براه يتاوه اذا كمش نعيت المميش بشوذر محررس مرمى اخرين اللي هما قايمة بالوجب متاعهم كما كما سيم هلال كما شرف الكريل كما دحمين. الحقيقة معجبين شريفية توا في اللحظة هذي ما شوف عنده بلاسة. ينتصوره في الشان ينجم يكون الحرس الأول في الشان. دونك فرصة. فرصة. فرصة ياخد اكثر اكثر فرصة. ويضع للكونكيرنز. ويضع للكونكيرنز. وتنجم حتى تزمع كربا خرصة. مش ثلاثة. وترجع للكونكيرنز. حس براي مميش توا. توا مميش موش في في احسن الحالات متاعو باشتعامل عليها صن بورسان. بلاشرائفية توا.